موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للحربة الدائرة في غزة ولبنان والمضي في مسار وقف إسلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية بالمينيا رئيس الوزراء يتعهد باستمرار الدولة في تنفيذ بجميع المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر طائرة مصيرة أطلقت من لبنان تستهدف منزل نتنياهو في مدينة قيسارية وغارات للاحتلال جنوب لبنان السلسة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت غريلاتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإنفاذ المساعدة الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة جاء ذلك خلال استخبال الرئيس السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات حيث ركز اللقاء على الأوضاع الإقليمية كما حرس وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسط دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية وفي هذا الإطار أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام وفي هذا السياق در حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن حل الدولتين حيث أكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين بما يحقق مصادع جميع الشعوب في المنطقة ويمهد الطريقة للاستقرار والتنمية والازدهار وفي هذا الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل وما تشهده المنطقة من أزمات وجهود مصر لتسويتها واحتوائها وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزاز بلادهم بالشركة الاستراتيجية الراصخة مع مصر مثمنين دور مصر والرئيس عبدالفتح السيسي في بذل الجهود المتواصلة لإرسائي السلام والاستقرار ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور وتنصيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في صلح السلم والأمن على المستويين الأقليمي والدولي أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية شبكة الطرق التي تم إنجازها في ربط مصر كلها وتقليل الزمن المستهلك للوصول لأي مكان مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات بين مختلف ربوع الوطن جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الوزراء عقب جولة تفاقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المينيا احنا وصلنا المينيا خلال فترة حوالي ساعتين أو ساعتين ونص الكلام ده منذ خمس ست سنوات كنا عشان نيجي المينيا ممكن ناخد أربع أو خمس ساعات وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة اعتقد يعني بترد على أي تساؤل النهاردة هو احنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه لكن النهاردة اعتقد ده واضح تماما لينا القدر على الوصول للمحافظة ومش مجرد ان انا وصل معنى كده ان بقت هذه المحافظة سهل ان اي استثمار ييجي ويوصل لها وبالتالي المناطق الصناعية اللي تبقى موجودة فيها تقدر انها تشتغل فرص عمل جديدة بتبدأ تزيد الكلام ده بيتواكب مع النهاردة ان احنا بنزور تلت مراكز وارجو ان احنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمة بتاعت المحافظة احنا بنزور سملوت مغاغة والعدوى وعلى فكرة دول مش من حتى المراكز الكبيرة هم بيحتلوا المراتب بعد المينيا وملوي مينيا وملوي هو اكبر مركزين وبعدهم بتيجي سملوت وباقي المراكز بتيجي في مراحل اخر كما استهرد رئيس الوزراء حجم المشروعات التنموية التي قامت الدولة بتنفيذها في المراكز الثلاثة بمحافظة المينيا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي هذا الاتار اكد مدبولي ان مستشفى سملوت اصبت عمل بكامل طاقتها وتقدم خدمات لم تكن متاحة في السابق على ان يبدأ التشغيل التجربية الشهر القادم كجزء من منظومة بناء الانسان والتركيز على العنصر البشري حجم المشروعات التنموية التي الدولة نفذتها في الثلاث مراكز دول انا حبدأ بمركز اول واسبة فينا وكانت هي مستشفى سملوت مستشفى سملوت يمكن من اكتر من ثلاث سنين كان في زيارة لها تفقد قبل ما كانت تفتح زي العدوة دلوقتي بالزبط الحمد لله النهاردة اكيد حضراتكم شفتوا بتشتغل بطاق بكامل طاقتها تستقبل كل المواطنين الاهم بقت بتقدم خدمات ما كانتش النهاردة كانت متاحة جوا محافظة المينيا خدمات متقدمة عمليات جراحية بقت بتتعامل عمليات بتصل الى اورام سرطانية خدمات في معالجة حاجات كثيرة جدا متقدمة لأهلين كان المواطن قبل كده بيتطر انه يسافر عشان يتلقى هذه الخدمة فده طبعا جزء مهم جدا من منظومة بناء الانسان والتركيز على العنصر البشري اللي بيتقال دايما احنا فين العنصر البشري وفين الصحة والتعليم النهاردة زي ما حضراتكم شايفين مستشفى العدوة ايضا النهاردة بتخلص وان شاء الله الشهر الجاي حتكون دخلت التشغيل التجريبي مع كل المنظومة اللي موجودة في المينيا والمينيا النهاردة اللي هي بتتكلم على 6.5 مليون نسمة هي واحدة من المحافظات ان شاء الله اللي حتدخل المرحلة التانية من التأمين الصحي الشامل كما اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان جمع مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم اكتمالها بحلول شهر مارس القادم وفي هذا الاطار كشف رئيس الوزراء انه مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة ستغطي مشروعات محطة الصرف الصحي محافظة المينيا بنسبة مئة في المئة جزء التاني هو اللي احنا شفنا مع بعض في مركز مغيغة محطة الصرف الصحي يعني هناك في القرية برتباط والقرية دي خلينا نتكلم بس المحطة دي بتخدم 300 الف نسمة في 17 قرية ما كانش عندهم صرف الصحي قبل كده النهاردة بس انا حدي حضراتكم رقم عشان تبقوا بوضوح في 2014 كان حجم تغتياط خدمة الصرف الصحي في المينيا في المناطق الريفية والقرى لا يتجاوز العشرة في المية عشرة في المية فقط الدولة اشتغلت قبل حياة كريمة ضعفنا الرقم ده بقينا عشرين في المية انما اللي احنا زي اذا كنت حراكم ركزتوا معايا مع انتهاء مشروعات المرحلة الاولى فقط من حياة كريمة هتخلص كل مشروعات الصرف الصحي بتاعت حياة كريمة بنهاية شهر ثلاثة القادم هترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المينيا الى 60% من 10% دي 60% في عشر سنوات يعني انا بس بتوقف عند هذه الارقام وان شاء الله مع اجتمال المرحلة التانية والتالتة من حياة كريمة المينيا هتكون متغطية بنسبة 100% صرف صحي هذا وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة المصرية ستستمر في جميع المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر في هذا الاطار اشار مدبولي الى انه تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي بالصعيد خلال الفترة الماضية وتم تحويلها لمحطات صرف ثنائي او ثلاثي انا بقول هذا الكلام لان الدولة ان شاء الله كل تركيزنا باذن الله هنستمر في هذه المشروعات اللي بتخدم المواطن وبتصله بصورة مباشرة احنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة اللي فاتت حولناهم كلهم الى صرف ثنائي مطور او ثلاثي فالنهاردة بقيت قادر استخدم المياه بتاعتهم علشان انها تستخدم لانك بتنزل في المصارف والمصارف دي بعد مسيرة طويلة ممكن بتصب على نهر النيل عشان نضمن برضو نقاء المياه بقدر الامكان كل ده حجم شغل النهاردة بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية هل مازال هناك تحديات بالتأكيد مازال هناك تحديات وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونوصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز واكد رئيس الوزراء ان تحريك اسعر الوقود جاء نتيجة الاعباء التي تحملتها الدولة بصورة اضافية لتوفير المواد البترولية اللازمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء وفي هذا الاطار اشار مدبولي الى انه تم الاتفاق على عدم تطبيق اي زيادات اخرى خلال الستة اشهر القادمة لضمان ثبات مستوى الاسعار بشكل عام بتابع طبعا ردود الافعال بعد الزيادات اللي حصلت مبارح في موضوع الوقود وخليني اذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية احنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض وشرحت لحضراتكم مدى متى تحملوا وتحملتوا الدولة من اعباء على نتيجة لزيادات اسعار الهائلة للمنتجات البترولية والوقود واللي احنا تحملنا بصورة اضافية عشان ندبر موارد اضافية عشان نضمن عدم قطعي الكهرباء مرة اخرى واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الاسعار من هنا لغاية نهاية 25 فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع لكن اللي يمكن النقطة المهمة اللي انا عايز اأكد عليها وده كانت بالتنصيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراستنا ورؤيتنا لازاي ان احنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك ان احنا اتفقنا مع الزيادة اللي حصلت مبارح ان احنا مش هيحصل زيادة اخرى لمدة 6 اشهر القادمة وده علشان نعمل نوع من السبات وان احنا نساعد في انزال التضخم في الفترة الجاية الاهم ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل 80 دولار طب النهاردة السعر 73 يبقى معنا كده ان لدينا فرصة اذا استقرت الاسعار على هذا المتوسط اللي هو 73-74 يبقى عندي فرصة كدولة ان انا مزودش الاسعار بالصورة اللي انا كنت حطيتها كخطة من هنا لغاية اخر 25 تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة المينيا يرافقه عدد من الوزراء كما اكد مدبولي ان الجانب الاكبر من زيارته لمحافظة المينيا لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي قاربت على اتمام اعمال المرحلة الاولى لها وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريبا للوصول باهداف هذه المبادرة التنموية الى عدد اكبر من اهالينا في قرى الريف المصري ولفت مدبولي الى ان زيارة اليوم ترتكز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمات الصحية بالنظر الى اهميتها الكبيرة في الارتقاء بصحة الانسان وتحسين جودة حياته نحو الافضل كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مستشفى صمالوت المركزي والذي يقدم خدمات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان واكد مدبولي الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات ذات الصلة بتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس اولويات عمل الحكومة مع الى اهتمام خاص بالقرى والمناطق الاكثر احتياجا ولفت رئيس الوزراء الى ان زيرة هذا الصرح الطبي تستهدف ايضا التعرف على الخدمة المقدمة في اطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان والتي تعزز اهتمام الدولة ببناء الانسان وتحقيق التلمية المستدامة بكافة ابعادها واكد محافظ المينيا ان المحافظة شهدت حتى الان في اطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان تقديم نحو مليون خدمة في مجالات متنوعة على رأسها الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والقوافل والتطعيمات والمبادرات الرئاسية المختلفة اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ان ما يمثله القطاع الصحي من ركيزة رئيسية ضمن خطط التطوير التي تنتهجها مصر في كافة ربوع باتبارها محددا مهما للنهوض بالتنمية البشرية والارتقاء بصحة المواطنين جاء ذلك خلال تفاقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقه مشروع تطوير مستشفى العدوى المركزي والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الريف المصري هذا وقام رئيس مجلس الوزراء ومرافقه بجولة في عدد من مكونات مشروع تطوير مستشفى العدوى المركزي والتي شملت منطقة الاستقبال والتوارئ وغرف الفرز والعزل وقاعدة الغزيل الكلوي ووحدة العلاج الطبيعي بأقسامها التي تتضمن نقطة الكشف وصالة الألعاب الرياضية والعلاج الطبيعي للأطفال أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات الصرف الصحي هي توثل أولوية همة على أجندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التخطية بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية وذلك في إطار الجهود التي تبزلها الحكومة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برتباط غرب المغاغة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف شربيني إلى أن وزارة الإسكان تحرص على الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها مشروعات مياه الشرب وصرف الصحية منوها إلى أن عدد القرى المستهدفة بمحافظات ألمينيا في إطار المبادرة الرئاسية يبلغ 192 قرية في خمسة مراكزة في إطار زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محافظة المينيا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية أكد مدبولي أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم مخصصة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري لمزيد من التفاصيل والمتابعة يطلعن عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب نعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازم نتابع معكم الجولة التفقدية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة ألمينيا وذلك لتفقد العديد من المشروعات الخدمية المقدمة لأهالي المحافظة المحطة الأولى في الجولة كانت من مستشفى سامنلوت التخصصي هذه المستشفى التي شهدت تطورا كبيرا في عدد كبير من التخصصات المقدمة لأهالي محافظة ألمينيا سواء كانت على مستوى العناية المركزة وحتى على مستوى الحضانات والعديد من التخصصات الأخرى وكما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من رئيس المستشفى أو من مدير المستشفى إلى الخدمات التي تقوم بها المستشفى للعديد من أهالي محافظة ألمينيا ثم بعد ذلك تم الانتقال إلى محطة مياه في مركز مغاغا هذه المحطة لمعالجة الصرف الصحي وهنا نشير إلى اهتمام الدولة الكبير في الصرف الصحي حيث يستفيد من هذه المحطة حوالي أكثر من 300 ألف مواطن مصري على محيط مركز مغاغا ثم بعد ذلك كانت المحطة الثالثة وهي مستشفى العدوى والتي شهدت تطورا كبيرا في الأقصام التخصصية وفي البنية التحتية وفي أيضا نوعية الخدمات الصحية التي المقدمة للمواطنين كل هذا يأتي في إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة هذه المبادرة الرئيسية الكبيرة والتي غيرت من حياة الآلاف والملايين من المصريين في جميع محافظات مصر يمكن هذا هو المشهد لدينا مشاهدين الكرام وأعود إليكم مرة أخرى جولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في محافظات المينيا شملت العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والتي اندرجت في مجملها تحت مظلة المبادرة الرئيسية حياة كريمة تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والتي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية تحسين جودة حياة المواطن هدف سام وضعته القيادة السياسية نصب أعينها منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية قيادة البلاد هدف ظل هو الشغل الشاغل للدولة التي اتخذت خطوات هامة في هذا الشأن والتي تكللت بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري وهي المبادرة المتعددة الأركان التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2019 بهدف تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر المبادرة هدفت كذلك إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشتمل جوانب مختلفة صحية واكتماعية ومعيشية وهي بمثابة مسؤولية ضخمة تتشارك هذه الجهات المختلفة في شرف والتزام تقديمها إلى المواطن لا سيما من الفئات الأكثر احتياجا وبالفعل نجحت المبادرة في تقديم طفرة على الأرض ففي المرحلة الأولى انتهت من تنفيذ سلاسة وعشرين ألف مشروع بتكلفة تزيد على سلاسة مائة وخمسين مليار جنيها وتم تنفيذها في ألف واربعمائة وسبع وسبعين قرية تقع في سنين وخمسين مركزا في نطاق عشرين محافظة بإجمالي ثمانية عشر مليون مستفيد حيث بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى ثمانين وستة من عشر بالمائة نصيب محافظات الصعيد بلغ ثمانية وستين بالمائة بإجمالي مائتين وسبعة وثلاسين مليار جنيها من مخصصات المرحلة الأولى ويستفيد منها أحد عشر مليون مواطن بنسبة واحد وستين بالمائة من إجمالي المستفيدين أما المرحلة الثانية من المبادرة فتأتي لتواصل الجهود السابقة مستهدفة تحقيق تحسينات ملموسة في 1667 قرية موزعة على 52 مركزا ضمن عشرين محافظة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من المبادرة نحو خمسمائة وسبعة وستين مليار جنيها وهي الميزانية المخصصة لتقديم الخدمات لما يقرب من واحد وعشرين وأربع من عشر مليون مواطن وتهدف المبادرة في المرحلة الثانية إلى استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من حياة كريمة مع زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والاتصال بالإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً هي إذن جهود متواصلة تفزلها الدولة منذ سنوات لتحسين جودة حياة المواطنين في كل ربوع الوطن نظمت وزارة الداخلية بالتنصيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية هذا وتتواصل الفعاليات على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 175 فارساً وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية تتواصل على ملاعب وادي الفروسية فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي يستضفها الوادي على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 175 فارساً وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية حيث وفرت وزارة الداخلية كافة مقاومات النجاح للبطولة مقاييس ملاعب الوادي العالمية ساهمت في إبراز مهارات الفرسان وسط إشاد منهم لجودة الملاعب والإمكانيات التي يتمتع بها الوادي وإطلالته الساحرة على بحيرة عين الحياة والتي تؤاهله لاستضافة كافة بطولات الفروسية محلياً ودولياً الإحاية البطولة نجاحة كبير جداً والتنزيم التي تم تم على أعلى مستوى وأنا شفت بطولات كتير ده اللي هي بخارج مصر أنا شاف أن احنا ملكهم مثلهم فاحنا أحسن منهم المجودة اللي تعمل والدعم اللي تم من وزارة الداخلية وموزارة الشباب والرياضة لإنجاح البطولة ودعم المحمود ومشكور جداً من جانبنا هذا هو الأولى أن أتحدث في إيجيبت وقد كانت محاولة كثيراً ومعرفة كتيراً ومعرفة كتيراً ومعرفة جداً ومعرفة جداً أحبت جداً هذا المكان هذا المحاول ومعرفة جداً ومعرفة جميعاً لديك ستباً أرينة لتفعل لديك أشياء بطولات الفروسية لديك أكثر من المكان صراحة البطولة الأراضي كويسة جداً والستبلات والبطولة منظمة يعني أكثر من أي بطولة عملت قبل كده السدود كويسة والبوستيز اللي فكوت لها حتى طبعاً شكلها حلوة قوي يعني بطيرها للناس ترتيبات تنظيمية دقيقة بكافة جوانب الوادي للخروج بالمظهر اللائق بمصر ومكانتها الكبيرة في رياضة الفروسية وحضور جماهري من مختلف الفئات للاستمتاع بالأجواء التنافسية تنظيمية دقيقة بشكل جيد تنظيمية دقيقة بشكل جداً أنا أعتقد أنني سأأتي بطولة هنا أيضاً بطولة لا أريد أن أذهب لذلك إنه أكثر من ما أردت هذا بالأكيد ومعاً جميع الناس هنا يتحركنا بطولة جيداً يساعدنا بكل شيء النهاردة كانت البطولة ما شاء الله مقهزة تقهيز عالمي وكانت يعني مش نقصة حاجة مكان نفس المكان جميل الملاعب كلها مقهزة تقهيز عالمي صراحة أنا مباهر باللي صاير يعني تواصلت المنافسات ليلاً ونهاراً خاصة مع وجود منظمة إضاءة متطورة لإضاءة الملاعب ليلاً فاضلاً عن توفير استبلات لإقامة الخيول وتوفير الرعاية البيطرية لها كما يضم الوادي فندق خاص لإقامة الفرسان وهو ما يعطي الفرسة لهم لمزيد من التدريب والاستعداد بطولة هنا في الوادي الفرسية مبهرة حاجة عظيمة حاجة تشرف في مصر تنظيم فوق الممتاز من قوتين وإيواء خيل وأراضي ملاعب سدود أعداد الجو العام كله طبعاً كويس جداً وده سعيدنا أن احنا فعلاً نركز ونحق نتائج الحمد لله بطولة ما شاء الله حلوة كتير الفاسينتي في الاستابل نادي نادي كله يعني بنافس بطولات أوروبا أنا النهاردة جيت أتفرج على البطولة الدولية في ودي الفرسية بصراحة المكان حلو جداً ومجهز للبطولة وفي ناس كتير جاية من بره وادي الفرسية إحدى القلاع الرياضية التي هيأتها وطورتها وزارة الداخلية لاحتضان المنافسات الدولية والمحلية في رياضة الفرسية خاصة مع حرص الدولة على الارتقاء بهذه الرياضة وتوفير المقاومات الإنشائية واللوجستية للمرود بها وادي الفرسية إضافة حقيقية لرياضة الفرسية في مصر خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح ذو مقاييس عالمية وعلى استعداد لاستضافة كافة بطولات الفرسية الدولية من هنا كان استضافة الوادي للبطولة الدولية لقفز الموانع ليؤكد معه على استعداده الدائم لاستضافة كافة البطولات والعمل على إنجاحه بكل ما يملكه من مقاومات تسهم في إنجاح هذه البطولات عبدالله بركات التلفزيون المصري وصف الرئيس الروسي بلدمر بوتين العلاقات الروسية المصرية بالمتميزة مؤكدا أنه خلال الأعوام الماضية ارتفع التبادل التجاري بين البلدين وأكد بوتين على إقامة مشروعات كبيرة ضخمة لا سيما مشروع محطة الضبع النووية الذي يجرى وفق القطة الموضوعة فضلا عن مشروعات المناطق الصناعية جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الروسي بوتين مع ممثلين عن كبرى وكلات الأنباء ووسائل الإعلام في دول بركس وذلك في العاصمة الروسية موسكو ونوها بوتين بكلمة الرئيس عبدالفتح السيسي أمام منتدى أعمال تجمع بركس والتي تحدث خلالها عن المشاريع التي تقوم بها روسيا في المناطق الصناعية وقرب منطقة قناة السويس نحن نحتاج أصلاف دلغسرشة وستويشة وبروشة ومعالي شارك منذوب مصر الدائم لت الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق في اجتماع بعض السفراء العرب مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش وشدد المنذوب الدائم لمصر على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإنقاذ أكثر من أربعمائة ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وأكد السفير أسامة عبدالخالق رفض مصر التام للمساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة الأنروى وضرورة إلزام إسرائيل بكافة مسؤولياتها قوة احتلال قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك فرصة لتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي أسراع بينهما في الشرق الأوسط لفترة من الوقت وأوضح بايدن أنه لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني مشيرا إلى اعتقاده بإمكانية العمل على التواصل لوقف الناري في لبنان وفي السياق ذاته شدد منصق لاتصالاته الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على أن الرئيس بايدن يؤمن بأن التواصل لوقف إطلاق الناري في غزة بات ممكنا بعد مقتل يحيى سنوارا وعودة إلى الخبر الأبرز حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرات في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النهر وتبادل الأسرى والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات وذلك بحضر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم والتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية حيث أوضح السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مصاري وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأشار السيد الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق التقدم الملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام وفي ذلك السياق أدار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن حل الدولتين حيث أكد السيد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مصاري السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار وفي ذلك الإطار تم استعرض الموقف الإقليمي الشامل وما تشهده المنطقة من أزمات وجهود مصر لتسويتها واحتوائها وأضف المتحدث الرسمي أن أعباء الكونغرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم واعتزاز بلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة مثمنين دور مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي أكد وزير المالية أحمد كاجك أن الحكومة تستهدف تحسين بيئات الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة على نحو يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج وتصدير لتشجيع نمو القطع الخاص في الاقتصاد وأضف وزير المالية أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب ترتكز على ربط الحوافزة بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع جاء ذلك خلال اللقاء وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال التركي على همش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مصر باتريك جان جيلبيرت وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر وحضر اللقاء عددا من قيادات وزارتي الصناعة والنقل وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعا بحجم تمويل بلغ 58 مليون دولار والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية وذلك في عدة مجالات أبرزها تأشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا وإيطاليا وختم هذه النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي في مسار وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات عقب تفاقده عددا من المشروعات الخدمية بالمينيا رئيس الوزراء يتعهد باستمرار الدولة في تمهيض جميع المشروعات التي تقدم المواطن بشكل مباشر طائرة مصيرة أطلقت من لبنان تستهدف منزل ناتنياهو في قسارية وغارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء